سيف وبراحة بدوفك الكرام مع الآن الكابتن حسام بولو نجم هجوم نادي سموحة تعادل إيجابي مع فريق الزمالك بهدف لكل فريق يعني كابتن حسام راضين النهاردة عن تعادل أمام نادي الزمالك والله الحمد لله يعني احنا زعلنا على الاتنين بونت اللي راحوا مننا بس انت بتلعب فرة بتنفس على بطولة فكنا احنا محتاجين التلاتة بونت عشان نخش المربع فالحمد لله كنا خسرانين وتعادلنا فالحمد لله على البونت يعني بتلعب فرها كبيرة زي نادي الزمالك فالحمد لله طبعا على البونت يعني الحمد لله يعني هدف الدوري بقاله فترة ما بلعبش من بداية المباراة النهاردة لانك موجود في قتال وفي روح كلمني عن الكرة اللي وقعت فيها وقتلت وحولتها في لعبة جميلة ولكن طبعا حارس احمد الشناوي انقاذها بعجوبة والله الحمد لله انا حولت والله ان ربنا يكرمنا هسجل هدف في نادي الزمالك بس ربنا مش راد الشناوي جنع علامي طبعا مش عارف هو لو عامل عامل في الجنم لو عامل عامل في الجنم مش هتخش بس يلا الحمد لله ما فيش نصيب انها تخش فطبعا الشناوي جنع علامي طبعا ونجمو منتخب مصر طبعا فالحمد لله الفترة اللي جاي بإذن الله ان شاء الله أنا التلاتة بونت اللي جيمت وعمتش الجيش نحتاجهم بإذن الله عشان نخش المربع ونلعب في أفريقيا السنة الجاي بإذن الله يحسب اللعبين سموحا النهاردة رغم الهزيمة بهدف أمام فريق كبير زي نادي الزمالك ولكن كان فيه إصرار على العودة بالمماراة للتعدل والله الحمد لله أنت يعني لو شفت من أول مباراة احنا بنحاول وروحنا بتلات أربعة تجوان أقاد يعني جوان بس ربنا مش رأيت فدخل فينا وجون الشيط التاني فطبعا بتلعب فرقة كبيرة وخسرا منها واحد فالحمد لله قدرنا نرجع تاني وتعدلنا فالحمد لله على البونت يعني الحمد لله مبروكة ربنا براك لك ربنا أعزي كابتن سيف ده كان لقاء مع حسان بولو هداف الدوري المصري